تصدرت النجف الأشرف في عام 2022 مشهد الأحداث السياسية وكانت جميع الأضراف السياسية تنتظر ما يصدر من الحنانة محل إقامة زعيم التيار الصدرية السيد مقتدى صدر بخصوص الأحداث السياسية وتشكيل الحكومة الاتحادية وما رفقته من تظاهرات واشتباكات مسلحة في المنطقة الغضراء وسط مغداد ليعلن بعدها صدر اعتزاله العملية السياسية كانت النجف متصدرة فعلاً للمشهد خلال النصف الأول من عام 2022 لكنها عادت إلى الظلم مرة أخرى باعتكاف زعيم التيار الصدري سيد مقتدى الصدر بعد توجيه من مرجعه الأعلى الحائري وأعتقد أن هذا الاعتكاف قد ينتهي في أي لحظة إذا ما داهم العملية السياسية والعراق أي خطر فسيد مقتدى رغم تأكيده أنه اعتزل السياسة لأن هذا الاعتزال غير مؤكد أنه دائم باعتبار أن العملية السياسية تحتاج إلى آرائه وإلى توجيهاته خصوصاً لأتباعه وفي نهاية عام 2022 عاد مرة أخرى المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسين السستانية لاستقبال الوفود الأممية في النجف الأشرف بعد توقف دام أكثر من عاماً بعد لقائه التاريخية لباب الفاتيكان لتواصل المرجعية الدينية إيصال الرسائل إلى المعنيين في عدة ملفات أبرزها ملف النازحين ومحاسبة وتوثيق جرائم تنظيم داعش الإرهابية والدعوة لوحدة الصف العراقية بعد انقطاع بفترة ليست بالقصيرة عادت الوفود مرة أخرى إلى محافظة النجف وتحديداً إلى المرجعية الدينية للقاء بالسيد السستاني وكانت المباحثات سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو إنسانية مثمرة من خلال الوفود التي زارت وخصوصاً الوفود الأممية التي مثلت الأمم المتحدة وتحديداً جيني بلاس خارت زارت النجف خلال عام 2022 وبحثت تعدد قضايا منها سياسية بتشكيل الحكومة أو قضايا إنسانية بخصوص جرائم داعش وغيرها من المواضيع وتظل النجف الأشرف اللاعب الرئيس في رسم العملية السياسية والدينية في العراق والعالم لما تتمتع به من ثقل دينية وسياسية وثقافية وتاريخية وتبقى الأنظار ترنو لما يصدر من المدينة المقدسة من بيانات ورسائل من المرجعيات الدينية والقيادات السياسية من النجف الأشرف معتزل عبودي زاكروس تيفي